موسيقى أستاذ الدكتور زمنا العزيز الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الأفات بالأمس يعني أنا قلت له على الموضوع بالأمس فعلاً تحركت لجنة للمواطن الشاكي اللي هو مصطفى علي عبد الفتاح لأنه هو كان سايب تليفونه واتصلوا بيه تحركت لجنة وقابلته ونزلت على أرض الواقع وشافت المشكلة للأسف ما لقوش عنده أي مشكلة خاصة بدودة الحشد لكن هو عنده ساقيبات والموضوع مش كبير لكن المشكلة عند جاره جاره عنده دودة الحشد وإصابة شديدة فهو قال أنا ببلغ علشان أحمي محصولي لأنه الأسف جاره ما بيبلغش احنا قلنا يا جماعة قبل كده أنه العامل الرئيسي في عملية المكافحة هو المزارع نفسه هو رقم واحد هو اللي يبلغ هو اللي بيبص على محصوله وعلى زرعته ويكتشف الإصابة مبكرة نقولنا قبل كده وما زلنا بنقول أنه كلما اكتشفت الإصابة مبكرا كلما كانت عملية المكافحة سهلة وممكن السيطرة عليها فأنا أناشد جميع المزارعين دلوقتي الحياة الوزارة أي مبدور كبير جدا كل أجهزتها سواء معهد لقايا الدارة المركزية للمكافحة يعني كل أجهزة المكافحة في مدريات الزراعة أي مبدور كبير في مكافحة دودة الحشد وما بيتأخروش عن أي شكوة لكن أرجو أن تكون الشكوة حقيقية لأن طبعا لما حضرتك بتشتكي بتتحرك أجهزة وتطلع لجنة ده يعني فيه برضو جهد كبير وتضيع للوقت إذا لم تكن الشكوة حقيقية فأرجو من أي حد يبلغنا بأي شكوة أرجوك تكون الشكوة حقيقية ما تبقاش الموضوع بسيط علشان في أجهزة بتتحرك وكذا وكذا علاوة على أنه المزارع زي ما أنا قلت هو المهم جدا في هذا الموضوع أما يكون عندك مشكلة ابدأ يتحرك بسرعة يعني كويس المواطن بيشتكي علشان المشكلة عند جاره ده الحقيقة ده بسطني لأن أصبح المزارع دلوقتي عنده وعي لخطورة دود الحش على جميع المحاصيل أنا بتوجه بالشكر للإدارة المركزية لمكافحة الأفات وزاملنا العزيز الأستاذ دكتور أحمد رزق رئيس الإدارة على تحركه السريع لحل هذه المشكلة اشتركوا في القناة